النهاردة محطة جديدة من محطات النادي الاهلي في الدوري المتاز ومواجهة وتحدي أمام فريق الداخلية في الجولة التسعة وعشرين من الدوري المتاز معاويتم حضراتكم على استاذ القاهرة على استاذ القاهرة ما معناها إن المتش ده ده بتاع النادي الاهلي هتقول لي ده من أقل من أسبوعين النادي الاهلي كان بيلعب مع الداخلية آه دي كانت مباراة من الدور الأول مؤجلة وكانت يوم 21 يونيا ومش من بعيد يعني من 13 يوم بالظهر وانتهد بفوز صعب للنادي الأهل لو تفتكروا حضراتكم اتنين واحد فوز صعب اتأخر لحد الدهاء الأخيرة لما نزل عمر السولية وأحرز حدف الفوز في الدهاء اتنين وتمانين فاكرين كويس طبعا المباراة وأحداثها بس خلينا قبل ما نروح أتكلم عن ماتش النهاردة نروح لمراسل قناة الأهلي محمد توفيق يطمننا على أحوال الفريق في مقر الإقامة قبل التوجه لأستاذ القاهرة وبعدين نتكلم بقى في المواضيع اللي أنا عايز أتكلم فيها فضل محمد سيد الخير كابتن أيمان تحاول حضراتكم كل المشاهدين ومتابعة قناة النادي الأهلي في كل مكان تجدد اللقاء وجولة جديدة من جولات استوديو التحليلي ومباراة الأهلي والداخلية في طار مباراة الجولة 29 من الدولة المسلم الممتاز مباراة بتطبع في غاية الصعوبة كابتن أيمان خاصة في ظل سعي النادي الأهلي لمواصلة سلسلة انتصاراته والسعي للوصول لقمة الدولة العام والحفاظ على اللقب العام التانية على التولي والوصول للقب 44 لمصابقة الدولة العام على الجنب الآخر فريق الداخلية ومواصلة الصحوة يمكن عقب الهزيمة أمام النادي الأهلي في المباراة المؤجلة من الجولة 12 الداخلية لها مباراتين فاز على فريق زد على أرضه وتعادل مع الاتحادس كندري واحد واحد خارج أرضه أعتقد صحوة كبيرة جدا أكيد النادي الأهلي ومستر مارسل كولر عاملين حسابها النهاردة وبإذن الله مكملين وسلسلة صراط النادي الأهلي مستر مارسل كولر استعد بشكل كبير جدا وهي من هذه المباراة خاصة أن كابت الأمن زي ما أنت عارف طراحكم المباراة كان السادات مكسف وسريع على طول عقب الفوز على طراء الجيش يوم الاتنين كان على طول السادات من تاني يوم يوم التلات الفريق خض مران في البداية طبعا كان فيه محاضرة مستر مارسل كولر فيه الملعب مع اللاعبين من بعدها المجموعة اللابت بشكل أساسي مباراة طراء الجيش خدت مران استشفاء فقط بقية اللاعبين خدوا المران بشكل كامل تاني يوم عطول أو بالأمس الأربعاء كان المران الأخير وآخر السادات لمباراة الداخلية ابتدى المران بمحاضرة فيديو لمستر مارسل كولر تكلم فيه مع اللاعبين عن كافة الجوانب الفنية كل ما يخص مباراة اليوم ومنافس اليوم فريق الداخلية نقاط القوة والضعف وطريقة اللعب بإذن الله اللي ينوى تطبقها النهاردة من بعدها عطول كانت تدريبات البدنية بعد كده مستر مارسل كولر خدت تدريبات الفنية بنفسه بعض الجملة الفنية اللي حددها لبعض اللاعبين وكل الأدوار اللي تم يعني زي ما بقول توزحها على اللاعبين ومن بعدها كان فيه تأسيمة قوية خطوة مباراة المران شارك فيها جميع اللاعبين وكانت تتميز بالحماس ويحرص اللاعبين على حجز مكان أساسي فيه تشكيل اليوم من بعدها عطول مستر مارسل كولر اختار قائمة من 21 لعب للدخول راحا النهاردة بقى مكملين يومنا ومبكرا فريق تناول وجبة الإفطار في تمام ساعة 11 صباحا من بعدها التدريب الخفيف في الفن وكانت ساعة 12 الغداء كانت ساعة 3 وحالة نرمى حركة دلوقتي اللاعبين والجهاز الفني داخل غرفة المحاضرات والمحاضرة الفنية والرطوش الأخيرة لمستر مارسل كولر نتمنى أنه يكون موفق في اختار الاستراتيجية والتشكيل الأنسب وكمان اللاعبين يكونوا موفقين في التنفيذ داخل المستطيل الأخضر طبعا قامت الفريق النهاردة بقضلها بعد فترة غياب طويلة محمد الضو كريستو وعمر كمال اللي كان غيب للإصابة وكمان يمكن بعض اللاعبين ما بدنا إراحة أو عدم جهزية فني أو كمان للإقاف زي أكرم توفيق وطاهر محمد طاهر يمكن كمان بنتمنى التوفيق زي ما بنتمنى التوفيق لكابتن آيمن الفريق النادي الأهل بنتمنى التوفيق لطاقب تحكيم الفريق اللي هيقود المباراة ما بين الفريقين اليوم بقيادة مصطفى أثمان حكم ساحة محمد عزازي مساعد أول ومحمد مجدي سليمان مساعد ثاني وحكم رابع محمد العتباني على تقنية الفي أر والفرحان ومحمود أبو رجال مثلنا التوفيق ويقدم وراء كبيرة يده كل فريقين حقه وكمان يخرجوا بالمباراة للبر الأمان بإذن الله رب العمين وبالطبع يتمنى التوفيق والمتعة في الملعب وتحقيق الصلاة نقاط لفريق النادي الأهلي ديكت كل أجوانا وكوالسنا من هنا مدخل في النهر أرقام كابتن عيمن كلمة لحضركم مزيد من الأرقام والإحصائيات والتحليل والمتعة